اهلا بكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضينا منشار القرص او المنشار الدائري السيركلر سو ليه وازاي وبيعمل ايه وفوائده ايه واشتغل بيه ازاي وايه عيوبه مميزاته واسعاره واجيب اي موديل واي مركة كل دي اسئلة مش هنجاوبكم عليها النهاردة احنا هنجاوب عليها دلوقتي يلا بينا نبدأ مع بعضينا قلنا في حلقة فاتت ان منشار القرص هو ايد النجار اليمين ولا الشمال المهم انه واحد من اهم ادوات الورش عموما مفيش نجارة من غير منشار المنشار عموما هو عمود المهنة كلها لكن منشار القرص او المنشار الدائري هو الاهم لانه الوحيد اللي ينفع يكون بديل للمنشار الرأسي الميتر سو وبديل لمنشار الطاولة التابل سو فخلونا نشوف في الاول منشار القرص بيتكون من ايه طبعا اهم جزء فيه هو السلاح ومقاس السلاح هو اللي بيحدد مقاس المنشار كله 7 وربع بوصة 5 ونص بوصة 10 بوصة وهكذا وعدد اسنان السلاح بتحدد نوعية القص طبعا المنشار بيجي معايا سلاح اساسي بيكون في الغالب 16 او 24 سنة انما انت لو عايز تركب سلاح 60 سنة مثلا لقص الفرومايكا او دلحصول على قصة نعمة ونضيفة اكتر ده شيء بقى يرجع ليك والشغلة المطور لازم طبعا يكون فيه مطور سواء كان على النحية اليمين او النحية الشمال من السلاح حسب الموديل نفسه الجزء المسطح وده بيكون الامونيوم او حديد مش هتفرق هو بيكون الجزء اللي بيتحرك على الخشب اللي حنقصه وبيكون متوصل بالمطور او المنشار ككل من خلال ميكانيزم حركة بيخليني اقدر اميل السلاح كله بزوايا من صفر لحد 45 درجة كمان الجزء المسطح ده بيكون فيه مصطرة في بدايته موجود فيها حز او نتش بيقولي المكان اللي حيكون فيه السلاح وزي ما انتو شايفين الحز عرضه بيكون نفس عرض السلاح المتركب عشان يقولك دي حدود السلاح سمك السلاح نفسه يعني عشان تختار بقى النحية اللي تحب تمشي فيها سلاح المنشار والحز التاني ده بنستعمله لما نكون مميلين المنشار بزاوية 45 درجة يعني ده مكان السلاح في حالة ميلو بزاوية 45 كمان الجزء المسطح ده بيكون فيه مكان لركي فيه المسطرة الخاصة بالمنشار انا مش بحبها بصراحة وبستعملها نادرا جدا انما ده مكانها جزء مهم كمان جدا في منشار القرص وهو غطى الحماية بتختلف الموديلات وانواع غطيان الحماية انما ما ظنش فيه منشار قرص بدون غطى حماية وطبعا فايدته انه بيكون مداري او مخبي السلاح عن انه يصطدم باي شيء قبل ما ابدأ اشتغل به او بعد ما خلص شغل مفروض اني بجهز المنشار على المكان اللي حقصه ادوس الزرار انتظر ثانية لحد ما المنشار ياخد اقصى طاقته وابدأ اتحرك به جزء الحماية حيترفع لوحده اسماء الحركة وبعد ما بخلص وارفع ايدي جزء الحماية بيرجع مكانه وقدر احط المنشار في اي مكان وانا متطمن ان السلاح مش هيصطدم باي شيء واخيرا المقبضين مقبض فيه زرار التشغيل مع مسكة مريحة جدا للايد ومقبض امامي للتأكد من الضغط على الخشب اسناء الاص طب ايه هي اساسيات العمل بمنشار القرص اول حاجة لازم تبعي عارف ان منشار القرص خطر جدا عشان كده انا مسميه المرعب زي ما انتم عارفين احتياطات امنية لازم تقوم بيها في كل مرة تستخدم يعني صوته عالي لازم تسد ودانك باي طريقة تريحك بيطلع نشارة كتير وبالذات مع الكونتر النشارة دي بتكون دقيقة جدا وبتهيج الجهاز التنفسي لازم كمامة كمان الرائش بتاع الخشب مع الهوى اللي طالع من المطور الخاص بالمنشار بتخلي النشارة زي الرصاص لازم تلبس نضارة حماية حتى لو بلاستيك تاني حاجة لازم حجم السلاح اللي ظاهر من الجزء المسطح يكون اكبر بملي او اتنين بالكتير عن سمك الخشب اللي حنقصه فانت اللازم الاول تضبط العمق اللي حينزله سلاح المنشار وتقفل الظرار ده عشان تثبت حجم الجزء اللي نازل من السلاح مفروض ان هنا فيه مصطرة بتقولك عمق السلاح اللي نازل انما انا مش فاكر ان استعملتها ولا مرة قبل كده لازم اتأكد بنفسي واشوف بعيني تالت نقطة مهمة جدا ياريك تستعمل مكنسة شفت الغبار هتوفر على نفسك وعلى صحتك كتير جدا رابع حاجة مش شرط انك تجيب منشار قرص اصلي او غالي في مركات متوسطة زي انكو مثلا انجيكو زي ما بنسميها اغلبنا بس النصيحة المهمة انك لو هتستعمل منشار قرص من موديل او مركة متوسطة هتلو سلاح اصلي كيتا او دي والت او بوش السلاح الاصلي بيريح المطور جدا وبيديلك قصة نضيفة وهسيب لكم في وصف الفيديو بعض الروابط اللي هتقول لكم الاسعار المختلفة لانواع منشار القرص سواء الغالية او المتوسطة ابقوا بصوا بصة خلونا نشوف بقى ايه اللي نقدر نعمله بمنشار القرص طبعا ميزة منشار القرص انه سهل الحمل يعني قدر اطلع بيه اي شغل او اشتغل بيه على الحيطة او على الارض سهولة حمله دي واحدة من اهم مميزاته انا ما عنديش منشار قرص بالبطارية لانه غالي فعلا انما بالتأكيد هيكون اسهل في الاستعمال من المنشار اللي بسلك بقدر اقص بيه اعواد او سدايب حتى لو سمكها ضع في سمك سلاح القص نفسه عن طريق تكرار القص في الجهتين اقص من هنا ولف الخشبة اقصها من الناحية التانية بقدر اعمل بيه تعشيقات خشب اني بحدد العمك اللي حنزل بيه في الخشبة وابدأ اشيل من الجزء اللي حيتعشق اطعط صغيرة كده جنب بعض وانضف بعد كده بالمكاد ده مثلا بقدر افتح بيه فتحة في نص الخشب اني بميل الجزء المسطح من قدام واشغل المنشار وانزل بالجزء الخلفي واحدة واحدة لحد ما ينزل في المكان اللي عايز اقصه ودي تركة مهمة جدا لعمال الديكور واخيرا بقدر اقص بيه بميل بزاوية من صفر لحد خمسة واربعين درجة نيجي بقى لعيوب منشار القرص عموما فرأيي الخاص هو واحد من اخطر الادوات اللي ممكن اي حد يشتغل بيها واخطورته طبعا بتزيد مع الناس اللي اول مرة تشتغل بيه عشان كده هو من الاجهزة اللي في الغالب بيكون فيها زرار امان جنب زرار التشغيل لما بتيجي بتضغط على زرار التشغيل لازم الاول تضغط على زرار الامان كأن المنشار بيسألك انت فعلا عايز تشغلني طب ليه فيه زرار امان فعلا مكان زرار التشغيل بيكون في مسكة الايد يعني انت ممكن تكون مثلا بتشيل حاجة من السلاح او بتنظفه وانت مسكه من الايد وبالتالي تكون معرض انك تدوز بالخطأ على زرار التشغيل ممكن وانت بتشيل المنشار نفسه من مكانه ترفعه بايدك تقوم مشغله برضو بالخطأ تاني عيب هو انك مهما كنت محترف او شاطر ما تقدرش تمشي بمنشار القرص خط مستقيم 100% الشاطر قوي هيجيب 95% والاستاذ جدا هيجيب 98% انما محدش يقدر يمشي بيه 100% لازم بقى هنا تستعمل دليل قص وادلة القص انواعها كتير جدا يعني تقدر تشتغل مثلا بزدابة او خشبة او زاوية الامونيوم ودي حلول مؤقتة لان برضو ليها عيوبها ان ممكن المنشار يطلع لبرا وانت شغال لو كانت ايدك تهزت او ممشيتش مزبوط او ممكن السدابة اللي تستعملها كدليل تكون فيها الحناء او انها تلب معاك وانت ماشي ثالت عيب في قص السدابة ممكن تستعمل السبيت سكوير زي ما قلنا قبل كده في حلقة فاتت عشان تقص بالمنشار زاوية قايمة انما ازاي تقص السدابة بزاوية 45 وممكن برضو بالسبيت سكوير انما بتبقى حوسة شوية انك تزبط مكان السلاح بالزبط عند الخط اللي عايز تقصه الرابع عيب المنشار القرس ما فيهوش امكانية واضحة لاعادة تكرار القص زي مثلا المنشار الرأسي الميترسوه العيب ده وكون العيوب اللي قبل كده حنشوف لها حلول في الحلقات اللي جاية ان شاء الله المفروض ان حلقة النهاردة كده تكون خلاصة بس اسمحولي في دقيقة ونص بالزبط هما مقدمة الحلقات اللي جاية عشان ما نكررش نفس الكلام في كل مرة عشان تبدأ تشتغل بمنشار القرس واتطلع منه نتائج احترافية لازم يتوفر له بعض الادوات المساعدة اللي بتسهل الشغل وبتخليه اكتر احترافية منشار القرس ده ممكن تعمل بيه حاجات كتير جدا بمساعدة الاضافات دي وهنفضل بقى نتدرك في الاضافات دي لحد ما نوصل لأعلى مستوى وهو اننا نحول منشار القرس لمنشار طولة انا جبت لوحين كونتر او بليوت 18 ميلي و 12 ميلي عشان هنعمل بيهم الاضافات المهمة جدا لمنشار القرس مهمة انا بقول الكلمتين دول عشان زي ما قلت مش عايز اكررهم في كل حلقة بحيث تبقى كل حلقة منفصلة عن التانية لكن كلهم هيكونوا سلسلة لشرح استخدامات منشار القرس فللالناس بقى اللي بتدور على كورس النجارة مدفوعة هنقدم لكم اهم اساسيات النجارة وهو استعمال منشار القرس كمان هنقدم بعض الاضافات وطرق الاستخدام والتركات والطرق الاحترافية للمرعب السيركلار سوء ان شاء الله لو عجبتكم البداية دي لكورس النجارة الشامل هنكمل في نفس المشوار لحد ما نقدم كورس نجارة كامل متكامل على اليوتيوب طبعا ده هيبام من خلال عدد المشاهدات واللايكات والشير نقطة اخيرة كان مفروض بصراحة ان الحلقات اللي هتنزل بعد كده تنزل بدون تعليق صوتي يعني عشان تبقى مشاهداتها عربية وعالميا نمنا هتوكل على الله ونشرحها بالصوت كمان وعشان نفيكم بقى تدعموا فيديوهاتنا وتشجعوا قناتكم باللايك والشير يلا السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة